الطائرات الروسية بل ان البعض يتحدث في هذه الايام داخل السوشيال ميديا في اوكرانيا عن ان هناك شبح يعني احد الطيارين الاوكرانيين الذي يقود احدى المقاتلات الاوكرانية يتحدثون عن ان لديه قدرات كبيرة وهائلة في اسقاط الطائرات والمقاتلات الروسية ولقب هذا الرجل بشبح كييف طبعا وسائل الاعلام الروسية خرجت وتهكمت على هذا الامر واشرت الى عدم وجود هذا الشخص ولكن انقل لحضراتكم ما يتم تداوله على السوشيال ميديا طبعا هذا المشهد يدلل على اسقاط تلك الطائرة الروسية بصاروخ من على الارض يعني امتلكهم لصواريخ استينجر لصواريخ كروز فارقة بشكل كبير للغاية امتلكهم ايضا لطائرات المسيرات التركية وقيام هذه الطائرات بقصف العديد من القطارات الروسية التي كانت محملة بالمدافع وبالاليات العسكرية يدلل على لعب هذه الطائرات التركية دورا هاما وكبيرا للغاية في مسألة تعطيل تقدم القوات الروسية ناحية العاصمة كييف مشهد كان لافت للانظار ويدلل بالفعل على ان الطائرات المسيرات التركية اثبتت كفاءة كبيرة وانها تستحق تلك السمعة العالية والقوية في العالم اجمع وتستحق بالفعل بان يقوم كثير من قادة العالم بالحديث مع رئيس تركي رجب طيب اردوغان حيالها ومحاولة شراءها وبالفعل الان سوق الاسلحة هناك تنامي كبير في شراء الطائرات المسيرة التركية وكان هذا الامر لافت للنظر هو ان المعارك الان اصبحت هناك اسلحة جديدة تضاف اليها واصبحت تمثل نقلة نوعية في المعارك التي تدور بالحروب